هلا حبايبي بيتمنى لكي يكونوا بخير الي هو حمام التوقعات برش الدلو كيفكم حبايبي البرش الدلو بيتمنى تكونوا بخير وحامل توقعات برش الدلوني الشهر 7 اذا كنتوا جدت في القناة تضغطوا على زر الاشتراك وعلى زر الجرس يريد سيكون كل جديد اكتبوني في القناة اذا قرأت مشت معاكم او لا اي توقعات بيتكم مع ميلا اول شي بحس طاقتكم انكم اول شي حبار بطاقتكم يعني بشوفكم انكم انتو مت ربطين اول شي بحس كن في انكم مت ربطين مو عارفين شو شو يعني رح تبتلوا وشو رح تقضوا وشو رح تعملوا مو عارفين بيجوكم نورد بس انتو عينكم عن الماضي تاقتكم هاي بتراقبوا كمان وناس عالسوشي ميديا بتراقبوا بتراقبوا انتو حالة تاقتكم بتاعت مراقبة حبيبي بشوفكم يعني الشهر السابعة من ناحية العاطفة بشوفكم انكم رح تلاقوا رح تلاقوا الشخص اللي الشخص اللي انتو بتوقع بكم هذا كمان كارت الجوزة ممكن نكون هو كمان هاي دا الشخص من برج الجوزة بشوفكم انكم بتحبوا هالشخص بتحسوا كأنه هو السعادة المكتملة يعني السعادة بتكتمل مع هالشخص ما في هالشخص ما بتكون عندكم سعادة و بتكون محزنانية بتحسوا كأنه كل شي تدمر لما بيكون معاكم هالشخص يمكن كمان يكون من أبلاج هواية كتير في الوصف الخاص بالمرتلي بطاقة هواية يعني دلو ميزان جوزة او كدر حذية فهمتوا حالين فسكو كأنكم كنتو في علاقة ثلاتي يعني كل بقول لكم كل الطاقة اللي تلعش معاين يا إما الشركة والشخص اللي انتو متعليكم علاقة ثلاتي مو كتير منكم يعني بعض الناس وكل شي نحادا و يا إما انتو رحتو وا تركتوا العلاقة يا إما هو راح بترك العلاقة وكانت هالعلاقة سواء مروح أو سواء مشعلة. كمان بشوف بصراحة بشوف كمان بصراحة يعني حقيقة ما رح توضح لك في الشهر سبعة يا برج قدل وحقيقة ما رح توضح لك هذا الانسان اللي تركك او اللي تركته وحسيت انك انجرحت انا حاسة كأنه هو اللي جرحك وهو اللي كانت عنده العلاقة شولتي لانك انت عندك عروض بس ما بدك تشوفها حاسة كأنك هو اللي جرحك هو اللي طعنك هذا الانسان رح يجي رح يكون تواصل بينك وبينك رح يقول لك يقول لك كل شي ممكن اشياء واسرار ما كنت بتعرفها رح تعرفها وراح يندل لك ايدو يعني تعال نرجع تعال ننسى اللي راحوا ممكن يقول لك يعني اشياء حقائق ما كنت على بلك وما كنت تعرفها ممكن قناة تدخلوا بناتكم او شغل او علاقة ولاتي شخص اخر يحصل او حقائق فهمتو عليه حبيبي انا بقول لي كل الطاقس اللي بتطلعلي يعني يحوز منه مكتئار حس كأنه الشخص هو اللي جراح قلبه هو اللي طعنكم عفوا طعنكم هو اللي كانت عنده العلاقة حس كأنه هو اللي كانت عنده علاقة سولتي بس هدا الانسان رح يرجع هذا الانسان يمكن توأم الشعلة أو توأم مهوح هو كمان بحس النطائياً علاقتكم كيف رح أقولكم يعني علاقتكم علاقة قدارية الحضن وكسار قصرة قلب عندكم بس هدا الانسان رح يجي وقدم لكم عم رح يجي بس هو بطيء شمال استشفاء الحقيقة رح توضح لك لما يجي وقدم لك فرصة رح يقدم لك عرض ولما يجي وقدم لك هالعرض رح يحصل تواصل لما يتواصل رح يقول لك حقائق حقائق ما كنت بتعرفها ما كنت بتعرف عليها ولا شي رح تعرفها حبيبي رح تعرفوها الحقيقة رح هو يحكي لكم كل شي صار وانا ظهركم حسنا رح يحكي بصراحة كتير تعلمتوا عليه حبيبي يعني هذا الانسان بصراحة شايفيتوا رح يحكي كل الشي عنده واشياء ممكن اشياء ما كنتم بتعرفوها رح تعرفوها بس بصراحة بدي اخلط لكم الاوراق كمان شوف ليش ها يعني رح اقوم بتاوراق كمان اترك هالاوراق منشان تعرفوا الطاقة حقلكم الطاقة اوكي ليش شو رح يقول لك ولا حي يسأل هادا الانسان لم يجي يحكي هل هو صادق في كلمة رح يجي حبيبي بس هو بطئ شوانا رح يجي قدم لك بصراحة بصراحة هذا الانسان يعني بشوف انه رح يصير توازن و رح يخرج من هات انه بيحس مربوط وهذا الانسان يبرج التنو الشخص حبيبك او حبيبتك بيحس انه مربوط انه مربوط مو قادر يتحرك بس في الاخر رح يجي و رح تحس بان انتي صار هو عنده كمان عروض كتير بس هو ما على باله بها العروض يشتغل على علاقتكم انتو الانسان ترجع ترجع احسن من الاول بصراحة ويعني ويعني يعني قرار يعني قرار يعني قرار روجوع رح يقوم انتو اللي رح تقولو شو هوا هاد القرار شو هوا يعني شو بتقرروا يعني انتو الواحد اللي بتتحكموا بقراركم بس هذا الاسان رح يجي برج عقرب برج جوزاء طاقت ناريه طاقت حوائيه طاقت ناريه طاقت ترابيه وطاقت مائيه وطاقت ترابيه وحوائيه كتير اوكي طاقتم مائيه طاقتم اللي رح ننننرح نشوف المال الحياة المالية غزة ستكون معكم في شهر سبب كيف ستكون معكم ما هي بطرحة في الأول تشوف سأخذ كم الورقة 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 بشوف يعني في المال عندكم في المال بصراحة بشوف كأنكم انتوا في المال رح يكون عندكم احتفال رح تحسوا بانتصار في شغلكم في المال في عملكم ممكن يمكن حدا يكون ظالمكم في الشغل او بيقول كلام وردهكم او شي رح يوضح لك هالامر رح تعرفوا هالشعر رح تصير عدالة يمكن حدا ما بيحبك في الشغل حدا بيحكي عليك يعني بيحب مثلا يعطيك شغل مال وشغلك ويقول لك هاك اشتغل فهمتوا علي بيلم عليك يعني الشغل رح تظهر لك حقيقة ما في الشغل ورح رح تظهر لك حقيقة ما في الشغل ورح تعرف هاد الوناس اللي ما بيحبوك عن جد يعني بيستغلو طيبتك وهيك كمان بشوف انك في المال يعني رح تكون مستقر رح رح تدوص لحالك اكتر رح تدلع حالك رح تعمل شوبينج او تصوق وتشري اشياء جديدة كمان ويعني تدلل حالك اكتر كمان ترعلي وبتهتم بحالك اكتر هالشهر بشوف عندك اموال يعني رح تغسل اموال تشري بس خد بالك يعني ما تبدل اموالك في شي ما له مهم بس عندك استقرار استقرار عندك استقرار مادي بصراحة عندك استقرار مادي وخد بالك من اشخاص اقربين اقربين لك في الشغل وفي حياتك وعموما بدون يسرقوا معلومات من عندك فهمتوا فهمتوا عليك كيف خدوا باركم يعني ما تبقوا بتعطوا اسراركم لاي حدا اللي يجي يقول لك احكي لي ولا شو ولا هيق هيدا الشي خلي بينك وبين نفسك او شخص بتوصق في لك بس ما تحكي اي حدا تحكي اي حدا عنك او عن عملك او عن مسؤوليتك او عن مشاكلك او عن اي شي هيدا حاول انك تبعد عنها الموضوع ما تحكي لحدا لانه شوفك انك لو حكيت كل من العلم راح تعرف الشي اللي انت حكيت عنه او تحكي على فلان انه ما هو منيحة او تحكي على فلان ما هي منيحة بالاحسن اي شي او اي انتقاد بتركوا لنفسك ما تقولوا ولا حدا ولا على اي انسان او عيني على مشكلة بسيفة عامة اوكي حبيبي بشوف عندكم استقرار بس الامور ماشي ازا عملتوا الشي اللي بقلتلكم اياه وتاخدوا الحيطة والحدا جدا ما راح يصير شي سيء من شاء الله ما راح يصير شي سيء يا حبيبي اسمانوا كلي يكون الخير ضائما بوجل نيسان طاقة الترابي او طاقة نايف اوكي. هلأ راح نروح للصحة. شو سير في الصحة? شو راح يسير? اوكي حبيبون تروح هلأ الصحة. راح ادلت التحقق معكم ما تخاف. يعني اذا او عندكم قضاء يعني قضية في المحكمة او شي هيك. راح تنحق من صالحكم. ما تخافوا. العدل راح ينحق. يعني العدل راح يتحقق. اسفح بموقعة الكارت. عندي الاخون الكارت. راح يصير في الصحة هلأ. شو راح يصير في الصحة. اوكي. بصراحة بشوف عندكم احتفال. احتفال كتير. اا يمكن يعني فيكم مو كتير يعني فيكم اللي بيشرب اللي بيسهر كتير. راح يبطل يطلع السهرات كتير. انه بيشوف كأنه بيتزعزع شوي استقار بيشوف كتير حلوة. راح ينشافه ان شاء الله و راح تسمع اخبار كتير حلوة. شوف كما اذا كان عندك مشكلة في النظر يعني في عيونك او بترجعك عيونك او بتلبس يعني تعمل نظارة او هيك. شوف يعني يعني عيونك راح تتحسن. راح ما راح تضلك ازاي كانت يعني تعبتك او تعمل نظارة او همتوا عليك. حبيبي كيف? شوف صراحة ما في شي بيخوف بس لو اذا كان عندكم طفل صغير ابنك او ولدك او اي شي يعني ففل من العائلة او صديقك ابنه او هيك. راح ينشافه و راح تسمع اخبار يعني بتير حب. اوكي حبيبي هلأ راح انتهت قرائتنا. اللي ببرج اه الدلو. بحبكم حبيبي. اللي جديد في القناة. يضغط على زر الاعجاب. واللي قادم يضغط على زر الاعجاب. واللي قادم يشترك في القناة ويضغط على زر اشترك في سبسكرايب. حبكم حبيبي كثير. اه بتمر القراءة انتماشت معاكم. اكتبوا لي في الكومنت اذا القراءة انتماشت معاكم او لا. وان شاء الله يشوفكم بخير. و اي لوف يو حبيبي. و باي باي.